الدكتور سليم بيطام باحث من جامعة محمد خيضر ببسكرة للمرة الثانية يدرج اسمه ضمن قائمة أحسن 2% من الباحثين في العالم سعيد جداً بهذا التتويج وهي قائمة ضم 200 ألف باحث قامت بها جامعة ستانفورد الأمريكية والتي ضمت 51 باحث جزائري في مختلف المجلات سليم بيطام اسم ذع عبر المجلات العلمية العالمية من خلال ما ينشره من أبحاث صارت مرجع للباحثين أهلته لنيل مختلف الشهادات أذكر منها حصولي على شهادة أحسن بحث مقدم في ملتقى دول مرموق وهو ملتقى E3 Globcom بالولايات المتحدة الأمريكية وكذا شهادت أكبر عدد من الاقتباسات لأحد أبحاثي المنشورة في مجلة GSA التابعة لدار نشر LCVR يشغل الباحث بيطام منصب مدير مكلف بالبحث العلمي رغم ذلك لم ينقطع عن طلبته وعن حاسوبه في هذا المخبر العلمي أسعى للمحافظة على العمل البحثي هنا في المخبر أبحاثي مع الطلبة وكذا أبحاثي الخاصة الطلبة أخصص لهم وقت خلال الأسبوع أما فيما يتعلق بأبحاثي الخاصة فأقتطع جزءا من وقت الراحة لأنجز هذه الأبحاث قدما نحو الأمام أنماض في بحوثي يقول الدكتور بيطام ديدنه الوحيد تشريف الجامعة الجزائرية في مختلف المحافظ العلمية